سيدة أمو أحمد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لحضرتك يا دكتور عمرو رؤية البرنامج وكل سلام حضرتكم طيبين بمناسبة الإسلام والمعركة وكل سلام حضرتك طيبة وبخير وبصحة وبفضل الله يخليك فني ليه بس عند حضرتك شؤالين تفضلي السؤال الأول أنا في بعض الأماكن يعني قريب كده في حديث معلقة على الحقش يعني الأعجي أعلم من حضرتك الحديث ده هل صحيح أم غير صحيح تفضلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ناس هيمرون على الصراط في يوم تشخش فيه الأبطار في لمح البصر فالسحابة قالوا له من هم يا رسول الله أهم الشهداء قال لا أهم الأنبياء قالوا له من هم يا رسول الله قال الناس اللي جئين يبدو ده حوائق الناس ده هذا الحديث أريده حضرتك في أكثر من مكان فأنا عايزة حضرتك حضرتك أو لا السؤال الثاني حضرتك يعني بعض الناس يعني في حد معين شفته كذب كذب بس كذب بنية بإصلاح أصلح ما بين اثنين يعني كانت قوم يعني مشدة وخناقة فزيعة فهو أصلح ما بين الاثنين بكلمة إن في واحد قالها وهو قالها على وزنها يعني قالها كلمة تانية فأصلح ما بينهم فعايزة أعرف من حضرتك هاي جيت تحسيب له إيه يعني كتبة أقول لحضرتك أقول لحضرتك يعني لو كانت كتبة دية واحد قاله إن والله ده فلان قال عليك مثلاً أنت راجل جميل وهو قاله أنت راجل رزيل يعني كده هخير الكلمة من كلمة موسيئة إلى كلمة فيها إحسان صحيح طيب طيب يبقى عندنا الكلام ده في مسألة قضاء حوائج الناس لابد إن احنا نفرق ما بين حاجتين ما بين إن الثواب العظيم لخلق من الأخلاق ثابت والتاني وحاجة تانية إن الحديث يبقى ثابت مسألة قضاء حوائج الناس فيها حديث كثيرة جداً 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 وعلى رأس هذه الأحاديث ماذا؟ من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من قرب يوم القيامة يوم القيامة؟ أي يوم القيامة وعلى فكرة إذا فرج عنه كربة من قرب يوم القيامة من المعلوم إنه يفرج عنه قربة من كرب الدنيا كمان يبقى إذن كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كان الله في عشان دوته يخلينا لازم نجمع الحديثين عشان نعرف إنه هو كمان ربنا يفرج عنه في الدنيا مش بس في الآخرة لا كمان في الدنيا عشان كده لازم نسعى في ده لكن الحديث باللفظ ده حديث باللفظ ده لم يثبت الحديث بهذا اللفظ لم يثبت لكن إيه اللي حاصل الأحاديث كثيرة متكاثرة في مسألة قضاء حوائج الناس وثواب في قضاء حوائج الناس الأمر الثاني الكذب ده الكذب ده كان يضرب الأئمة الأمثلة للكذب المباح في ثلاث مواضع في القتال وفي الإصلاح في إصلاح ذات البين وكمان على الزوجة إنه يقول لها أنت أجمل امرأة آه ده وكأنه بماذا وكأنه بيستخدم الألفاظ اللطيفة يعني بعضهم قال ده مش كذب كذب لا ده فيه استخدام لألفاظ لطيفة وبعضهم صار إنه وده الأقل من العلماء قالوا لا تكذب كذب فيكون اللي قال من العلماء إن ده من الكذب معنى أنه يقول خلاف الواقع لأن الكذب هو إيه تعريف الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع فإذا أكان هو غير الكلمة فعلى ماذا بمن قال هؤلاء لا دي مش هتكون كذبة ولكن هي إيه كلمة لإصلاح ذات البين ويكون ساعتها لا إسم عليه وأنا أرى هذا في هذا الموطن إنه هو أخفى الكلام السيء اللي كان قالوا فلان عن فلان فإذا هو عمل كده لا لن تحسب كذبة في حقه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات البين ترجمة نانسي قنقر